اشتركوا في القناة المقطع الأول الذي يهتم ببيت النبوة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وبعد ذلك ما حصل بينه وبين أزواجه صلى الله عليه وسلم فكان هذا درسا للأمة حتى يتعلم كيف تكون العلاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وأخوذها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون انتقل الحديث الآن إلى تربية الأمة الأسرة المسلمة كيف تكون الأسرة المسلمة وكيف ما هو دور الأب في هذه الأسرة ويبين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين قووا أنفسكم وأهليكم نارا يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقايا هذه الوقايا فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر قال علي رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية يعني اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهلكم بالذكر قووا أنفسكم وأهليكم اعملوا أنتم بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم الزوجة والأولاد بالذكر بما أمر الله سبحانه وتعالى وقال قتاده وهو من التابعين رحمه الله الآية تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن يقوموا على أنفسهم وأولادهم بأمر الله أن يأمرهم به وأن يساعدوهم عليه والله سبحانه وتعالى خاطم نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله أنذر عشيرتك الأقربين كان هذا أول مراحل الدعوة أن ينذر عشيرته الإنسان إذا ما في خير لأهله ما في خير للآخرين فلابد أن يهتم بأهله أن يهتم بأولاده أن يهتم بأرحامه بذويه الذين هم أقرب الناس إليه أنت لو رأيت قريبا لك أخا أو أختا أو ابنا وقع في النار هل تنظر تجلس وتنظر إليه أم تهرع إليه وتساعده وتحاول أن تخلصه من النار كذلك المسلم في هذه الحياة يسعى لتخليص أولاده وأهله من نار جهنم بأن يفعلوا ما أمرهم الله وأن يسنبوا ما نهاهم الله عنه والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها يعني في بعض الآباء بيقول ابن ما عم يصلي قلت له صلي ما عم يصلي الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر يعني بدك تصبر مرة وثنتين وثلاثة ومية وألف طول ما أنت طيب بدك تؤمر بالصلاة حتى يعني يؤدي الصلاة لا تذجر ولا يعني تعرض ولا تترك الأمر وتترك الدعوة إلى الصلاة وهذا كان منهج النبيين إسماعيل عليه السلام ماذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية يأمر أهله زوجه وأولاده وذويه يأمرهم بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال مروا أولادكم بالصلاة دي سبع يعني بعض الأباء اليوم يترك ابنه ما يعني ما يهتم بالصلاة يقول لساته صغيرة ما يعرف لا يتوضى ولا يتطهر ولا شيء علموا عودوا من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه ما يترك ابنه ليصير عمره 18 سنة قال حد البلوغ وبعد ذلك تقوله ما عريص لي لأنه ما تعود على الصلاة ولا ألف الصلاة الصلاة بالاعتياد والممارسة من الصغر فتجد الإنسان الذي يحافظ على الصلاة اليوم سبحان الله من صغره كان يصلي مع والده في بيته في المسجد مع أقرانه اعتاد عليها فأصبحت سهلة وخاصة صلاة الفجر هذه صلاة الفجر يعني نسأل الله العافية يقول لك خلي دفهان ونصحي وين يروح يا أخي خلي صلي في البيت ما عليش يا أخي يعني حتى أنت إذا ما حسد صلي فيهم جماعة يعني حتى الجماعة في البيت لصلاة الفجر طبعا المسجد أفضل والأجر أكثر لكن يعني إذا صليت بهم في البيت تكسبوا أجر الجماعة نعم وينطبق الحديث أن الإنسان يعني من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله لا تصلي إلى وحدك شوف أهل البيت مرات الزوج يصلي إلى وحده الإبن يصلي إلى وحده الزوجة لي وحده كل واحد مثل صلاة الزيدية الزيدية يدخل على المسجد عشر وعشرين كل واحد يصلي لحاله يتفرق واحدون واحدون ما بيصليهم جماعة ما بيصلي وحد الإنمان فيهم لا صلوا جماعة أنت لما تكون في البيت صلي بأهلك جماعة لك ثواب الجماعة وفضل الجماعة إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة هذه سبع سنين واضربوهم عليها لعشر يعني ضرب تخويف يعني لوح بالعصى كذا بالصوت مو أنه والله تروح تضربوه نعمه وتنفره لا هي بالترغيب وفرقوا بينهم بالمضاجع يعني ما ينام الولد مع أخوه في فراش واحد ولا الولد وأخته في فراش واحد تربية أخلاقية وسلوكية حتى يعني ينشأ نشأ صالحة إن شاء الله إذا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ما يصير يعني الولدكم إله فراش واحد وسرير له واحد ما ينام مع أحد لا مع أخوه لا مع أخته ولا مع هذا نعم هذه تربية أخلاقية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين دائما بك تدعي ابنك ما عم يصلي بدك تدعي له ابنك ما عم يصلي زوجتك بدك تدعي له وانت بالسجود بالليل يعني ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي سيدنا إبراهيم كان يدعو لذريته ولأبنائه بالصلاة ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي لأنك مسؤول انت يوم القيامة إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حافظ أم ضيع ما تقول ما هي علاقة والله جهنة بدها والجلنة بدها لا انت خلص نفسك انت قو أنفسكم وأهليكم بدك تأمر أولادك انت مسؤول عنهم مسؤول عن زوجتك بأن تؤدي الصلاة والتدزم بأوامر كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الحاكم راعي مسؤولي كبير عن الأمة والأب راعي عن الأسرة والأم راعي عن أولادها وبناتها فكل له يعني دائرته في المسؤولية ولا بد للإنسان أن يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى وسيدنا ولقمان عليه السلام ماذا قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي يعلمه هذه أداب هذه حقوق الأبوة أن يعلم الأبو ابنه ويوجهه في هذه الحياة هو بده يتعلم انت قدولة لكن المشكلة أنه في بعض الأباء هو يحتاج إلى تربيه هو نفسه يحتاج إلى تربيه أو أنه يجيب صوته ويربيه فيه يعني ما رأيكم لو كان فيه واحد مدخن لا يزعن مني الأب يدخن يقول لابنه اذهب لي بكيت سقاير الولد عم يشوف يجيب لأبوه يعني هذا شيء طيب هذا شيء كويس فينشى الابن وشايف أبوه طول النهار جالس وعم يلا طف وشح الأضرار التي فيه التي عم تلحقه والأضرارة أيضا للأسرة لما يدخن في بيت واحد يعني هم يكون أشد من الضرر الذي يصيبه فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أب ما يصلي يقول لأولاده صلوه ما يصوم يقول لأولاده صومه الأب قدوة الإبن يقلد أباه يقلده في كل شيء سبحان الله في شيخ كبير حاكي قصة هو الآن كبير عمره فوج سبعين سنة قال أنا كنت صغير عمري سبع سنوات هو يتكلم عن نفسه قالت لي أمي يوما أصليت صليت يا ابني قال نعم هو ما صلى كذب عليها قال نعم صليت لكي يتخلص لأن الأبلاد أكثر من يخافوا أكثر من يكرهوا الوضوء يروح يتوضى بالماء وكذا وذلك برات يصلي بدون وضوء كثير من الأبلاد يصلي بدون وضوء كنا نحن في مدرسة في مدرسة أن نصلي فيها الظهر أحيانا ليس أحيانا دائما نصلي الظهر فأنا وقفت مرة عند الباب الموضأ وشوف يتوضعوا الطلاب النص الطلاب ما نغسلين ديه ونرى الرجلي هنا لك شو توضيت أنت يروح يغسل كده 11 شرمائي ويطلع خلاص إنه فيه ماء على ديه وعلى وجوه فقال أصليت قال نعم قال شو قالت له قالت قد رآك الله بس الكلمة هي عمره سبع سنين الله شايف قد رآك الله قال دخلت في مسامعي وفي قلبي كأنه سعم ضرب في قلبي وعمره سبع سنوات قال فقمت وتوضعت وصليت ومن وقتها لم أترك الوضوء ولا الصلاة لأنه الله سيراني قال قد رآك الله فبقيت في ذهنه وهو شيخ كبير الآن يحدث عن ذلك ما هو أسلوب هو لا ما هو عمله صليت ولا توضيت الله لا يكثر من أمثالك الله لا يوفقك وتصير يتكره بالدين وتكره بالصلاة وتكره بفعل الله الخير تردك يا أخي ايهاني تراضي تجيب له بسكوتي تعطيه عصي شفته حافظ شفته رأي على المسجد تجيب له جائز تجيب له تحاول يعني تشجعه لأنه الصغير يتأثر بذلك يا أخي والله إلى أن يموت إلى أن يموت يعني وأمر أهلك بالصلاة واستبر علي يا خال ما أحدد يعني وكل ما إن شاء الله لابد يعني أنه تجيب تكليف شرعي يعني لو أثمعيا هو طبعا متى ما بلغ سن البلوغ خلاص صار هو مسؤول عن نفسه لكن الأب يعني من زيادة حرصه واهتمامه نعم سبحان الله يعني الأولاد نفسهم لما يشوف أبوه دائما عم يؤمروا كل يوم أربع خمس سنة صلي 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 يعني من هون لعشر سنين خليه يبدأ فيه من العشر سنوات من العشر إلى ثمنتاش كل يوم خمس مرات في الشهر مئة وخمسين بالسنة كم ألف وثمانمية عشر سنين يعني سمعها شيء بالألاف سمعها فلا بد أن تترك أثرا إن شاء الله ودعاء الأب أيضا دعاء الأب دائما لابنه إن شاء الله ما قلناكم يعني الفضيل ابن عياض كان يقوم بالليل ويصلي قول يا رب علي خرج من يدي خلاص ما عاب ابنه اسمه علي علي ما عاب تحسنت عليه أنا ولا عام يسمع كلامي أنا وكلتك فيه يا رب وهو يصليها يقوم يصلي ركعتين مشان يدعو لعلي ابنه فصار علي أهم من أبوه أهم من الفضيل ابن عياض رحمهم الله فالدعاء دعاء الأب لابنه يا أخي من الأدعية المستجابة من أدعية المستجابة دعاء الأب لابنه وخاصة إذا الإنسان أخلص في الدعاء وفي وقت يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء أكيد سيكون له صدى وسيكون له أثر قال ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده يا أمير عندي ولد يا أخي ما جننني هذا يعني ما عاق شو بدي سوفيا قال حضروه جبوه جبوه فأحضروا هذا الولد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسمعه قاله ليش أنت يعني ما تعمليك في أبوك كذا قال يا أمير المؤمنين طيب هو إلو حق أنا ما إلي عليه حق قال بل هاش له ما إليك عليه حق قال ما حقي عليه قال إلهاك ثلاث حقوق عليه أن ينتقي أمك وأن يحسن اسمك وأن يعلمك كتاب الله قال والله ولا واحد يا أمير المؤمنين منها فعل راح أتزوج أمي من رجل فارسي ويبدو في رواية أنه سودى عبدي سودى كلنا عبيد لله يعني قبيحة لا هي فيها جمال ولا فيها شيء هذا أول حاجة أمي ما أحسن ما أحسن اختيارها وثاني شيء ما سماني اسم جميل سماني جعلان الله أعزكم الجعلان هذا بيهدي على القاثرات الجعل مثل مثل الخنفس هم التطيار هذا كبير كبير حجم وين فيه يعني روث الحمير وروث الغنام بيهدي عليهم بكيف يعني يعني حياته روحه الروث فسماني جعلان شو بدي يكون سمع لي اسم هذه الحالة وما علمني حرفا واحدا من القرآن قال له عمر أنت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك تقل الله يا أخير روحه أنت أحسن إلى ابنك حتى ابنك يحسن إليك رضي الله عنه فالأب حين يعني يحسن إلى ابني أكيد سيكون يعني إن شاء الله نتيجة طيبة وخير طيب نعود إلى الآيات يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إذن هنا بعد ما كان الحديث عن بيت النبوة الآن عن بيوت المسلمين عن تربية المسلمين كيف يعني يربوا أولادهم كيف يربوا بناتهم كيف يتعاملوا مع أهلهم نعم قووا أنفسكم يعني اجعلوا بينكم بين النار يقايا وأهليكم نعم أيضا قال كيف نقي يعني عرفنا كيف نقي أنفسنا فكيف نقي أهلنا قال بدك تنصحهم تنصحهم وتبين لهم هذا هذا حرام ما تسكت على الخطأ يعني ابنك أخطأت قلوا هذا ما بجوز هذا حرام هذا يعني نهانا الله عنه نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعملون وقودها الناس والحجارة الوقود هو الحطب النار وقودها الناس والحجارة الحطب هو الوقود لكن نرجعنا لعظمها ولشدتها جعل الله سبحانه وتعالى الحجارة فيها تشتعل من شدة حرارتها والأجسام تشتعل ليخوف الناس بها وليعاقب الكهنة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ ما بضحك للريف الصخن شديد بينهر نهر وقاس جلف يعني الملك جلف مع هؤلاء الكفار مع هؤلاء الذين عاندوا الله سبحانه وتعالى وعصوا أمره فصلط عليهم الملائكة الأشداء الأقوياء الذين هم قالوا يعني أمورهم صعب كثير أمورهم صعب كثير هؤلاء عليها ملائكة غلاظ شداد أشداء وأقوياء ويصيغت مبالغة على وزن فعال غلاظ تقول غليظة لكن غلاظ يعني عندهم غلظة كثيرة وشديدة وأقوياء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طبعا لا يعصون الله ما أمرهم في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يأتوبوا إلى الله توبة النصوحة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ما في اعتذار اليوم إن اليوم يوم القيامة مين اللي يقولهم قال يقولونهم الزبانية ملائكة العذاب لا تعتذروا اليوم وقيل القول من الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا من الذي يقول هو الله سبحانه وتعالى وقيل هم الملائكة الذين هم زباني جهنم الذين سيأخذونهم إلى نار جهنم ويجرونهم إلى النار لا تعتذرهم ما في عذر اليوم ما من أقبل ما في عذر يعني أنت خلاص الطالب دخل على الامتحان وقدم الامتحان وطلع قال والله اسمحوا لي أنا اليوم ما ذكرت خلوني إرجع مرة ثانية لا ما فيه خلاص الفرصة ويحتمع بحين ذك فرصة ثانية لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ولا يؤذنوا لهم فيعتذرون سورة المرسلات ولا يؤذنوا لهم فيعتذرون خلاص ما عاد في عذر ولا عاد في ملامة ولا عاد في حجة بعد أن أنسر الله لك الرسل وأنزل لك الكتب وخلق لك العقل وبيّن لك أنه في حساب وفي عقاب وفي جن وفي جهنم وفي نار وخلاص الآن انتهى كل شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة الآن يتوجه إلى المؤمنين عامة والتوبة لازم الإنسان يتوب حتى ما أعلم شيء طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعصي الله قال إني لأتوب الله وأستغفره في اليوم مئة مرة التوبة تجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تجديد الاتصال بالله عز وجل فدائماً الإنسان بده يكون دائماً استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه دائماً يقولها دائماً لا ميتوب يمكن الإنسان يعني يرتكب بعض السيئات بعض الصغائر فهذه سبحان الله تمحو والتوبة النصوح مثل العسل المصفة يعني ينصح بها توبة خالصة لله سبحانه وتعالى تفيد النصر ينصح بها يعني ما فيها غش ما فيها تلاعب ما فيها احتيال ولا فيها يعني زيغ يمين لا كما تأخذ العسل المصفة يسمى أيضاً نصوح العسل المصفة الخالص اللي ما فيه شوائب وما هو مخلوط بالسكر يسمى العسل النصوح يعني مية في المية سليم وهذا اليوم ما بتلاقيه كله صار سبحان الله ما غشوش إلا من رحم الله النصوح يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه التوبة النصوح يعني لا بد لها من ستة أشياء أولاً الندم على ما مضى الثانية العودة إلى الفرائض والواجبات والتكاليف الشرعية ثلاثة رد المظالم رابعاً استحلال الخصوم أنت قاعد تغتاب على الناس وتتكلم عنهم وتتكلم في أعراضهم يوم القيامة بدون يحاجوا بدك تروح تطلب السماح منهم يا فلا والله أنا غتبتك أنا تكلم تسامحني أنا يعني أخطأت وأنا كذا ما عليش يعني تستحل الآن وحسن من يوم القيامة ما يجي يأخذ حسناتك فلابد للإنسان إذن أن يعني يطلب الاستحلال مما يقع فيه من الذنوب وأن تعزم على أن لا تعود هني بقول له ثلاثة هني بقول له التوبة لها ثلاثة تقول الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود وإرجاع الحقوق إلى أهلها يأخذ من ناس مصاريم يشتغل عندهم ومن زمانه وخلص راحة من عشرين سنة وثلاثين سنة وكانت الليرة ما تساوي الشيء والآن كانت إلها قيمة والآن الليرة إلها قيمة بدك تستحلهم تأطيهم حقهم تلتفاهم بالتراضي ما تخلي حقوق لو التوب مليون مرة ما بتقبل توبتك لا تقبل توبتك إذا أنت آكل حقوق الناس وإذا أنت متكلم على الناس ومستحل أعراضهم ومستحل أشخاصهم ومغتابهم وماشي بيناتهم بالنميمة وبإيقاع المشاكل والفتن نعم هذه هي التوبة النصوح يا أيها الذين آمن توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يكفر يمسح يستر يغفر يغطي يسمى المزارع كافر لأنه يقلب الأرض يحط الحب تحت نعم كمثل أعجب الكفار نباته يسمى بالإصطلاع باللغة المزارع كافر لأنه يحط الحب ويقلب التراب عليها فغطى فالكفر يغطي الإيمان لذلك سمع الكافر كافر لأنه يغطي الإيمان بالكفر لأصل أن يكون الإيمان ظاهر لكن هذا يعني يبطن الكفر في قلبه ويغطي فالله يكفر يعني يستر عليك إذا تبت إذا تبت بيغفر ذنوبك ويبدل سيئاتك حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني الإنسان كان عاصي كان مقصر لكن ما هو بحقوق الناس حقوق الناس لا بد من إرجاعها مقصر فقال يا أخي أنا بدي الآن صلح الوضع بدي أتوب إلى الله وخلاص بدي أصلي وما عاد يعني يترك الصلاة ولا عاد يترك الإفطار في رمضان وربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات شو أعمل شو أخطأ من قبل قبل أن يعلم وكان عنده جهل وكان عنده طيش وشباب فالله سبحانه وتعالى يعني يبدل سيئات حسنات ويبعض الناس يقول الله أنا تركت الصلاة بدي أخذي جزاء الله خيرا يعني إن شاء الله له أجر له ثواب على قضائه للصلاة وقضائه للصوم لا بد يعني هذه حقوق لله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة أنصوها عسى ربكم أن يكفر يمحو ويغفر ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم القيامة لا يخزي الله النبي سيدنا سيدنا إبراهيم شو قال ولا تخزني يوم يبعثون الخزي صعب في ذلك المشهد يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه سبحان الله الصحابة لذلك قالوا الصحابة غفرت ذنوبهم بهذه الآية يعني ولا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الذين آمنوا معه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخزي الفضيحة الخزي هو الفضيحة يعني يوم لا يفضح الله المؤمنين طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما قدم ما قدم من ذنبه وما تأخر ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذه الآية يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يعني دليل على أن الصحابة غفرت ذنوبهم وهم غفرت ذنوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين هاده أولاهم الذين آمنوا معه نعم نورهم النورهم يسعى بين أيديهم صير شيء حسي مش يعني شيء معنوي النور حسي حسي ملموس تلمسه صير أمامهم وعن يمينهم وعن شمالهم يوم نعم نورهم يسعى بين أيديهم يعني أمامهم وأيمانهم عن أيمانهم ونورهم ونور النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامهم ينتشروا في الجنة وبقدر الأعمال الصالحة بيكون النور عمله طيب مية في المية نوره غاز لم يتغاز تكشف يعني بقات الأمتار عمله وسط شمعة نوره شمعة يدوب يعني يضرب يتفركس ويوأع وكذا فالنور على حسب الإيمان نعم حسب نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير طبعا هذه نرجع لسورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار نعم يوم يقول أيضا المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نخلب اسم النوركم نقاطونا شوية نور نحن ما نسفين أمامنا لا ما فيه في رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذاب ينادونهم ولم نكن معكم خالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وارتبستم وغرت كل أمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فالنور على خدر الإيمان لذلك الإنسان المؤمن بشر المشائنا إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة اللي بروح بصلي الفجر وبصلي العشاء في المساجد وبيكون ظلام هذا بشره بالنور يوم القيامة النور عم يضرب أمامه إن شاء الله وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود واحفظوا هذا الدعاء ولا تنسوا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعلني نورا شوف الدعاء ما أحلى وفي رواية واجعلني نورا لكن الرواية ثانية واجعلني نورا أنا نفسي كتلة نور تمشي على الأرض فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده خاصة في الليل في قيام الليل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي وجهي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن فوقي نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلف نورا واجعلني نورا اللهم يرد نور قلوبنا ونور عقولنا بنور معرفتك إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي واغفر لنا ما في أحلى مننا خلاص إذا أنت الله جعل لك نور ما نتغفر لك وسامحك وكفر عنك كل سيئاتك يا أيها النبي السيئات صغار الذنوب الذنوب الصغيرة بتسمى سيئات وفي الذنوب الكبيرة كبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالإنسان حين يجتنب الكبائر الله بيكفر عنه السيئات في عفوه ومغفرته يا أيها النبي جاهد الكفار جاهدهم الجهاد المجاهدة نعم الجهد بذل الجهد والمنافقين واغلض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اللهم يا ربنا أغلض على الكفار وعلى المنافقين وعلى اليهود وأعوانهم وأنصارهم وألنا بهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين نور قلوبنا ونور أفيدتنا ونور أولادنا ونور بيوتنا ونور أسرنا وأهلنا بالنور يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين